شاكر أحمد زاي يظن أن محنته مع الفقر والنزوح قد تستمر لسنين طويلة فهو لا يزال يعيش مع أفراد عائلته في هذه الخيمة الواقعة في مخيم شرق العاصمة كابل ومع قدوم فصل الشتاء تخوض الأسرة المنكوبة معركة من أجل البقاء فالاحتماء من موجة البرد الحالية أصبح عنوان المحنة ولا يتوفر لدى الأسرة إلا البلاستيك وإطارات السيارات حياتنا تتعرض للخطر وأطفالنا يعانون من الأمراض التي يسببها البرد علينا أن نأخذهم يوميا إلى المستشفى حيث أن التعافي تطلب التدفئة وهي غير متوفرة نحرك البلاستيك وإطارات السيارات لغرض الاحتماء من البرد شتاء صعب في أفغانستان والعواصف الثلجية تقتحم المدن الكبيرة وللمرة الأولى في البلاد درجة الحرارة تنخفض إلى أكثر من 30% عن المعتاد في بعض المناطق بينما يعاني المواطنون من تداعيات الكساد الاقتصادي ما يجعل عددا كبيرا منهم يعيش في أوضاع صعبة ومعاناة تتفاقم مع غياب الكهرباء وعدم القدرة على توفير وسائل التدفئة في ظل عدم وجود نظام حكومي يوفر الحماية للمواطن وقت الأزمات بلادنا تمر بموجة برد لم تكن مسبوقة في العقود الأخيرة هذه الموجة شملت كل محافظات البلاد حسب المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن أدت إلى وفاة أكثر من عصرة أشخاص في ولاية بادكيس شمال أفغانستان ونفوق أكثر من الفير أسماشية نناشد جميع المنظمات بتقديم مساعدات طارئة معاناة الأفغاني تزداد جراء موجات البرد القارس تدخل الملايين في جولة جديدة من الصراع لأجل البقاء الكثيرون يقبعون تحت رحمة البرد والثلوج ومنهم من فقدوا أطفالهم وتقول الأمم المتحدة بأنها تخوض أكبر عملية إنسانية في المنطقة تشمل ملايين الأفغان الذين يحتاجون إلى توفير لقمة العيش وتحذر في الوقت نفسه من تداعيات سياسات طالبان الأخيرة تجاه النساء على نشاط عمل المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية في أفغانستان سفة الله صافي الحراء